نروح لبيتسو المسلماني طبعا سنقولة كايرو سنقولة مصر طبعا الحياة في مصر بالتأكيد الحياة في مصر طبعا لها خصوصية شديدة جدا وتختلف عن كل دول العالم وبالتأكيد طبعا مختلف عن جنوب أفريقيا يمكن كان لي مستر المسلماني كده حوار مطول كلم فيه مع الصحف في جنوب أفريقيا ويمكن وجهه له سؤال على أسلوب حياته في القاهرة طبعا بعد ما اتنقل عشان يتولى تدريب النادي الأهلي قاله تقريبا سنة إلا شوية شهر 11 اللي فات أعتقد تولى المسئولية كلموه وإزاي بيعيش وإزاي قاله منه الحياة في القاهرة شيء مختلف تماما وكلم فيها على فكرة أنه الناس في مصر بتتنفس كورة وأنه مش بيقدر يتحرك بسهولة وأنه ما قدرش يروح طول فترة إقامته في القاهرة ده بيدي مثال يعني على صعوبة الحياة في القاهرة وطبعا بتكلم على جمهي النادي الأهلي العريضة بيتكلم على أنه ده على لسانه بيقول أنه جمهي النادي الأهلي تتخطى 70 مليون مشجع وده بيخلي تحركه في منطقة صعوبة لدرجة أنه ما رحش أو ما قدرش يعمل عملية تصوق يعني ما رحش عمل شوپنج غير مرة واحدة وكان معها 3 حراس قال أنه جمهور النادي الأهلي بيتنفس كورة وأنه المصريين بشكل عام ما يقدروش عيشوا من غير كورة نتمنى إن شاء الله بإذن الله إنجازات مسلمانية مع الأهلي تستمروا وإن شاء الله أنا بشوف أنه واحدة من التجارب النجحة جدا حقيقة في الكورة المصرية وتكلل أعتقد بالنجاح في موسم بقى مكتمل بشكل كبير بالتتويق بدوري الأبطال والدوري والكسر المصري